طيب ليبيا إيه الموضوع؟ ليبيا ليبيا كان رئيس الوزراء في زيارة مهمة 3 الفات إلى ليبيا مع 11 وزير مصر تعود إلى ليبيا خلوا بالكوا القرارات اللي تلت بعد كده اللي تلت بعد الزيارة الليبي سيعامل في مصر معاملة المصري من أهم القرارات اللي اتخذت القرار ده يعني المواطن الليبي اللي داخل المستشفى في مصر يعالج كأنه مواطن مصري خلوا بالكوا التحرك ده تاني القرار ده ما حدش ممكن فسره كتير معاملة الليبي في مصر في المستشفيات كمواطن مصري مش عايز أقول لها حقيقة القرار ده بيعني إيه حط تحتها قد إيه ده معناه إحنا لأنه ده تاريخيا كده تاريخيا مصر وليبيا والسودان بالمناسبة يعني إحنا مصر والسودان والليبيا تلات دول وكان معه سوريا يا ربنا يعافيها وترجع إن شاء الله تلات دول مصر لبيا والسودان لازم يبقوا كده طب ما إحنا عندنا أشقان السوداني في مصر قد إيه بيتعاملوا كمصريين ولازم تبقى العلاقة كده تلات دول بالذات مصر السودان ليبيا يكونوا مع بعض كتلة واحدة كتلة اللي هو بمعنى إنه ده أمن ده أحنا إحنا عائلات متجاوزين مننا ومتجاوزين منهم سواء ليبيين أو مصريين متجاوزين من بعض السودان متجاوزين من بعض قاعدين معنا هنا بالضاء قاعدين في بلدهم وإنت لما بتروح هناك تبقاش غريب قاعد في بلدك أنا رحت لليبيا سنة التسعين رحتها لما تم إزالة الحدود بين البلدين بقاش في حدود بين مصر وليبيا أنا رحت كنت من أول أول جرنان يدخل كان الأهرام أنا اللي رحت هناك عوز بنام كلمة أنا في ذلك الوقف سنة التسعين ودخلت وعدنا ثلاثة أيام نعمل شغل من داخل الأراض الليبية خلقت شلت البوابات بقى تدخل ليبيا تيجي مصر ما فيش حد بيقولك رايح فين هي دي العلاقة بين البلدين لا حدود بمعنى إيه اللي هو مش شل لا يعني حدود اللي هي بلدين مع بعض بدي الليبي اللي هي المميزات اللي بيأخوتها مصري أنتوا عارفين القرار ده عامل إيه مع أشقائنا في ليبيا هو ده نتيجة لهذه الزيارة والتوجه الرئاسي سيد الرئيس بيتكلم عليه امتداد مصر ليبيا مصر السودان تلت دول دول مهمين نبقى مع بعض زي ما احنا كنا قبل كده نرجع تاني وبشكل أقوى كمان لأن التهديدات بتأثر على مين هو من اللي يتأثر لقد الله لما ليبيا تعرضت مصر رقم واحد السودان لما تحصل مصر رقم واحد وبالتالي أمننا من أمنهم واعتقد هيكون فيه حاجات أخرى الفترة القادمة هيتعمل خطوط سواء خطوط الاتصالات أو الربط أو البر المواني الجوي الرحلات هيبقى فيه إعادة مرة أخرى للعلاقات اللي هي المفترض إنها كانت تكون ولكن الأحداث اللي حصلت عشر سنين فاتوا عملوا مشاكل كبيرة للغاية لازم أحيي وزير الخارجية ليبيا لازم أحييها كانت من يومين في البرلمان الإيطالي وطلعت اتكلمت بمنتهى القوة إحنا عندنا إصرار هي اللي بتقول أمان برلمان إيطالي على انسحاب وسحب جميع القوات اللي موجودة اللي هي التركية في ليبيا وأيضا المرتزقة اللي أردوغان وداهم ليبيا وقالت إنه ده إصرار وإحنا مصرين على ده في هذا الأمر لابد من سحبهم فورا وقالت إنه الدولة الليبية الجديدة لن تسمح بوجود قواعد أجنبية على الأراضي الليبية الكلام ده زعل مين زعل إخوان بتوع ليبيا خالد المشل ومجموعته بتوع تنظيم الدولة الإرهابي الوزيرة نجلاء المنقوش طلعت الكلمة واللانا بحييها بجد لأنه هو ده انت ليبيا النهاردة تخيل جيطلع خالي المشري الإخواني يقول لا إحنا عايزين احتلال عايز احتلال هو فيه واحد عايز قواعد أجنبية في بلده فيه حد بيطلب قواعد أجنبية تفضل في بلده ولا البلاد بتدور على يعني أنها تكون حرة بيبقاش عندها أي عسكري أجنبي على أراضيها طبعا هجموا وزير الخارجية وزيرة نجلاء المنقوش بهجوم رهيب جدا ولكن أنا بحييها لأنه هو ده ده الليبيا الجديدة اللي احنا كلنا بنتمنها واللي احنا كلنا بندعمها وندعم خطواتهم كمان اتكلمت اهو زي ما قالت اهو ان احنا بدأنا نحوار مع تركيا عشان احنا عندنا تصميم على انسحاب تركيا مايبقاش ولا قاعدة تركيا موجودة على أراضي اللي بيها وعندهم قاعدتين أو ثلاث قواعد تقريبا مايبقاش فيه ولا جوند تركيا موجود في ليبيا زي مايبقاش هو ده التحرك الليبي المهم انت ليبيا المختلفة ايه ليبيا مؤسسة عسكرية موحدة بجيش ليبيا موحد ما عندكش لمرتزقة ولا عنده قواعد عسكرية اجنبية حدش عنده إلا القواعد بتاع التركيا فكل التحية لوزيرة الخارجية الليبية القوية جدا اللي قالت الكلام لكل واحد بيحب ليبيا بيحب ليبيا بجد سواء عربي أو ليبي وراء هذا الموقف ويدعم هذا الموقف يأتي من ليبيا ودعم من الجميع بما فيه امبارح لأم المتحدة ايديت هذه الدعوات للتحاد الأوروبي وطبعا مصر طول الوقت بتتكلم في هذا الأمر من مبكرا بتتكلم في هذا الموضوع ولم بالمناسبة مصر من الحاجات بتتكلم فيها يعني بشكل واضح مفيش ولا عسكري تركي موجود في ليبيا ولا قواعد تكون ليبيا بلد وحدها حدش تحكم فيها هنطلع فاصل بعد الفاصل المعركة اللي حصلة دلوقتي في معركة حصلة بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر